بيفرق بجد بيفرق كتير انك انت هتتكلم عن حلم البطولة قبل ما تعرف نهاية القصة هتكون ايه بيبقى فيه ثقة وبيبقى فيه تفاؤل بيبقى فيه امل فيه كل شيء ايجابي الحقيقة مع الاهلي الاهلي عودنا على ده مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت التوقعات مش في مصلحتك ومهما كانت بتقال عليك حاجات طول الموسم انه الاهلي السنة دي بعيدة عن التتويج لكن انت دايما كاهلاوي دي ثقافة الاهلوي دايما كاهلاوي مهما كان صعوبة التحدي مهما كان يعني يترجع المستوى مهما كان الكبوات اللي حصلت على مدار الموسم انت عندك ثقة انك انت تقدر تكمل لنهاية المشوار احنا فيه دروس كتير قوي في التاريخ علمتنا ده علمتنا انه ثقافة الاهلي انه ما بيستسلمش لغاية النهاية وانه بالنسبة له الهدف الاول والاخير من ضربة البداية في اي بطولة هو الوصول للقب هو الوصول لمنص التتويج وهكذا تعود جماهير النادي الاهلي انت تكلم عن البطولة في قل من 3 سنين فرقتك كذبتها 3 مرات باستثناء مرة 4 غابت لموسم واحد فالجماهير ما استحملتش يعني فيه اندية تاخد البطولة دي او اللقب ده مرة واثنين وتغيب 10 سنة 10 سنين و20 سنة وممكن تغيب عن المشهد خالص يعني تنتهي من الوجود لكن جماهير الاهلي غير وده اخد باله بيرفع قوي قوي من سقف التوقعات والتحدي يعني النهاردة انت خدت بطولة افريقيا سيبك من الناس كلها يعني اي حد يقابيني في شارع يقولي الـ 12 ان شاء الله جاي طبعا اكيد طبعا الاهلي لما يخش البطولة الجديدة او النسخة الجديدة من دول الابطال هيبقى اكيد عينه على انه يحقق اللقب لكن تعالى نتكلم على مستوى التحديات وسقف التوقعات ومعايا سقف الطموحات اللي قالي مع الـ 11 خد بالك انت بتتكلم على ثقافة في جيل من الاهلوية النهاردة يعني بالورقة والقلم كده تعالى نحسبها احنا 2023 يعني موليد الالفية الجديدة اللي تولده يعني بداية من 2000-2001-2002 الشباب اللي النهاردة عندهم 20-21-22 او بكتير 23 سنة مش دول موليد الالفية الفورت جنريشن زي ما بيسموهم او الفيفت مش عارف والله مهم يعني دول ما فتحوا عنهم في الدنيا ملقوش غير الاهلي يعني هما ما شافوش حاجة تانية غير الاهلي الاهلي هو اللي دايما على منصة البطولات الاهلي دايما هو اللي بيغرد خارج السرب الاهلي اللي دايما بيتعمل له حساب من العتولة ومن الكبار ومن كل الاندية الكبيرة على مصابقة افريقيا الاهلي اللي عودك دايما انه يحقق لقب البطولة في 23 سنة سيبك من الاهلي يوصل كم مرة النهائية الاهلي محقق تسع ألقاب ومنهم ألقاب يعني ما اتخذتش منه كورة اتخذت منه حاجات تانية احنا كسبنا تسع ألقاب في الألفية الجديدة ففي جيل جديد في شعبية جديدة في قاعدة جماهرية عريضة جدا بتزيد يوم بعد يوم مع كل لقب وكل تتويج النهاردة الشباب اللي بيتولد بيشوف النادي الاهلي هو بس اللي على منصات التتويج هو بس اللي مشرف الكرة المصرية افريقيا وعالميا سيبك من الحسابات جوه لان الحسابات جوه فيها كلام كتير قوي حسابات جوه فيها كلام رغم انه الاهلي هو اللي مسيطر وعايا لاخر لكن على مستوى المنافسة تقريبا منافسة شبه معدومة لكن لما تروح كاس العالم مستوى عالي جدا جدا من المنافسة نستنى وننتظر ان احنا نكون قده ونقدر نحقق فيه النهاردة لما تروح تقول الجمهور الاهلي او تكلم جمهور الاهلي ان شاء الله في نسخة اللي جاي في السعودية في كاس العالم لما تقوله ميداليا برونزية جبنيها ثلاث مرات انا بحلم او طموحي ميداليا فضية بحلم انها وصل مبارنة هائية دنم رواحد نكسب نخسر بس نحقق انجاز جديد واكيد في يوم الايام الاهلي ممكن يحقق الميداليا الده لما تيجي تتكلم على سوبر ليج افريقيا ودي هتبقى بطولة طبعا هي النسخة الاولى ومستوى التحدي فيها لان الجواز المالية فيها كبيرة جدا هيبقى اصعب واعلى شوية من بطولة دوري الابطال وبالتالي مستوى تحدي جديد انت داخل عليه كل جماهير الاهلي عينيهم من النهاردة على البطولتين دول قبل طبعا ما نتكلم على بطولة الشامبيونز ليج الجديدة